بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سلام عليكم أعزائي الطلبة طلبة سنة النهائية اليوم شاء الله رح نحلو باكالوريا 2009 لشعبة علوم تجريبية الموضوع الأول طبعا التمرين هذا خاص بالمعايرة إذن نقرأ التمرين ينمج التحول الكيميائي الذي يحدث بين شوارد البيروكسوديوكابريتات وهي أس دو أويت دموة وشوارد اليود إموة في الوسط المائي بتفاعل تام وعدلته كما هي موضحة هنا إذن بدراسة تطور هذا التفاعل في درجة حارة ثابتة وهي 35 درجة بدلالة الزمن نمزج في اللحظة تيوساوي السفر حجم فيا من محلول مائي لبيروكسوديوكابريتات البوتاسيوم تركيزه الموليسيئا وحجمه فيدو مع محلول طبعا المحلول الذي نمزجه مع المحلول الأول هو محلول اليود البوتاسيوم وهو كابلوس زائد إموة تركيزه الموليسي دو وحجمه طبعا هو في دو والحجم في توطال هو مائتين ميليليتر إذن أول سؤال أنشئ جدول لتقدم تفاعل الحاصل إذن لدينا التفاعل الأول اللي هو مزجنا بيروكسوديوكابريتات البوتاسيوم مع محلول اليود البوتاسيوم أعطونا المعطيات التحهم والسؤال الأول هو إنشاء جدول التقدم لهذا التفاعل طبعا جدول التقدم عندنا التفاعل كيميائي اللي هو شريدة البيروكسوديو مع شريدة اليود إذن هنا عندنا كمية المادة إذن كميات المادة طبعا آن بالمول إذن هنا لدينا التقدم التقدم وهنا الحالة إذن تقدم سفر إكس إكس فينان الحالة الابتدائية الحالة الانتقالية والحالة النهائية هنا عندنا طبعا S2 أو 8 دموة عندنا C أو LVM معنا نسميه كيمية المادة NA وهنا يعني عندنا N2 وهنا سفر سفر ثم NA ناقص إكس N2 ناقص تنين إكس ثنين إكس إكس N1 ناقص إكس فينان N2 ناقص تنين إكس فينان ثنين إكس فينان وإكس فينان طبعا مرجى دول التقدم السؤال با يقول أكتب عبارة التركيز المولي S2 أو تركيز طبعا S2 أو 2 ما لشوارد البيروكسوديوكابريتات في المزيج خلال التفاعل بدلالة C1 V1 V2 وتركيز E2 طبعا حيث التركيز E2 وتركيز المولي لثناء اليود E2 في المزيج إذن هذا السؤال طبعا هذه العبارة لازم نخرجوها إذن قلنا استخراج هذه العبارة طبعا إحنا باش نخرجو أي عبارة قلنا دائما نروح لجدول التقدم جدول التقدم في الحالة الانتقالية قلنا عبارة تركيز S2 أو 2 ما بدلالة هذه المقادير كلها إذن نروح للتركيز المولي لS2 أو 2 ما من جدول التقدم والحالة الانتقالية ماذا يسوي التركيز المولي يسوي عدد المولات على الحجم الكلي طبعا عدد المولات لS2 أو 2 ما وهي N1 ناقص X على V وهو الحجم الكلي إذن نبدأ بهذه العبارة إذن قلنا من جدول التقدم لدينا إذن من جدول تقدم لدينا قلنا عنا تركيز S2 أو 8 دمو طبعا يسوي دائما عدد المولات على الحجم قلنا عدد المولات هي N1 ناقص X إذن يسوي N1 ناقص X على V توتال دائما نقسم على V توتال ثم نقدر نكتب N1 على V توتال ناقص X على V توتال إذن يمكن أن نكتب N1 على V توتال ناقص X على V توتال ومن جهة أخرى لدينا تركيز طبعا التركيز المولي قلنا هنا بدلالة C والV E2 طبعا نحن نجيب C1 V1 V2 نجيب هم ناقص V1 يعني نقدر نكمل العلاقة هذه تولينا S2 O 8 2 تسوي ماذا تسوي C1 في V1 وال V توتال هي V1 زائد V2 ناقص X على V توتال كذلك وهي V1 زائد V2 ولكن نحن عندنا من جدول التقدم لدينا تركيز E2 إذن لاحظوا معي إذن عندنا طبعا هوليك الجدول التقدم تركيز E2 ماذا يسوي عدد المولات التي هي X في حالة الانتقالية على V توتال معناه هذا العبارة X على V توتال تمثل E2 تركيز E2 إذن ولدينا كذلك تركيز E2 تسوي ماذا تسوي X على V توتال طبعا نعوذ إذن مثلا نعوذ وهذه 1 وهذه 2 نعوذ 2 في 1 إذن وبالتالي نعوذ إذن هنا نعوذ 2 في 1 كنعوذ 2 في 1 توليلي عندنا S2 O 8 2 تركيز المولي تسوي ماذا تسوي C1 في V1 على V1 زائد V2 ناقص تركيز المولي ل E2 إذن هذه هي العبارة المطلوبة طبعا هذه هي العبارة المطلوبة إذن عبارة سهلة مهيش صعيبة ثم نشوف سؤال الذي يليه إذن هذه هي العبارة سؤال الذي يليه أحسب قيمة S2 O 8 2 مو في المزيج طبعا الابتدائي في المزيج إذن حساب إذن شكون هو تركيز S2 O 8 2 مو الابتدائي في المزيج هذه هي C1 VA على VA زائد V2 إذن نحسب هذا تركيز عندنا تركيز S2 O 8 2 مو في المزيج معدها الابتدائي في المزيج تساوي C1 في VA على VA زائد V2 اللي هو V total طبعا V total هو 200 مليلي إذن نعوذ طبعا أعطونا معتايات قلنا C1 أعطوه أربعة في 10 أس ناقص 2 V A هو 100 مليلي لتر معناها نضربها في 10 أس ناقص 3 على 200 ملي لتر نضربها في 10 أس ناقص 3 كذلك إذن نختزل ونلقى قيمة S2O8 دموان ابتدائي في المزيج هي 2 في 10 أس ناقص 2 مول بغليتر إذن هذه هي قيمة تركيز المولي لابتدائي S2O8 دموان في المزيج ثانيا إذن ثانيا لمتابعة تركيز المولي لثناء اليود المتشكل بدلالة الزمن نأخذ في أزمنا مختلفة 1 T2 T3 إلى آخيره عينات من المزيج حجم كل عينا V0 سوى 10 ملي لتر ونبردها مباشرة بالماء البارد والجليد وبعدها نعاير ثناء اليود المتشكل خلال المدة T.I بواسطة محلول مائي لثيوكا بريتات الصوديوم طبعا نعطينا التركيز التاعو والحجم إذن هنا قلنا يعني كما الدرس اللي درناه في الحسنة الماضية قلنا في البداية التجربة هذه الأولى مزجنا محلول بيروكسوديوكا بريتات البوتاسيوم مع محلول اليود البوتاسيوم ثم طبعا لكي نراقب طبعا كمية اليود المتشكلة طبعا إحنا قسمنا هذا المزيج يعني نقدر نقوم بلي قسمنا إلى عدة أنابيب وكنا نعيره في كل أنبوب يعني كل أنبوب نعيره وحده ولكن قبل المعايرة كنا نديره دائما في حوض مائي يكون بارد معندها يكون فيه ماء بارد إذن طبعا نعيره هذا طبعا هذا اليود هذا الثناء اليود نعيره بواسطة الثيوكابريتات السوديوم معناه كنا نخذه كل أنبوب يحتوي على فيزيغو هو يساوي 10 ميليلتر يعني هذا هو الحجم اللي كنا نعيره في كل مرة إذن نخذه هنا نخذه مثلا حجم ابتدائي لثناء اليود هنا عندنا إي دو طبعا عندنا فيزيغو هو 10 ميليلتر ونقوم بمعايرته بواسطة محلول ثيوكابريتات السوديوم اللي هو 2 نا بلوس 2 أو 3 دو مو إذن هذا هو المحلول المعاير يعني نوضعه في الصحاحة ونعاير به كمية اليود التي تتشكل في كل أنبوب طبعا كمية التي تتشكل كانت تتغير من كل أنبوب وهذا لك حسب الأزمنة المختلفة إذن مثلا عند اللحظة تي أ خذنا الأنبوب الأول عند اللحظة تي دو التي تتشكل في التفاعل الأول ستتغير مع العلم أن التفاعل الأول كان بطيئا الآن هنا عملية المعايرة طبعا أعطونا ثيوكابريتات السوديوم أعطونا المعطاية أعطونا التركيز المولي سي بخيم سي بخيم تساوي 1.5 في 10 أس ناقص 2 مول بار لتر إذن هذا هو سي بخيم أعطوهن طبعا الحجم في بخيم أعطوهن يتغير في الجدول طبعا يتغير على حساب الزمن للحظة يعني الزمنية لنعيروا فيه المحلول الآن السؤال الأول قلنا لماذا تبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج طبعا لتوقيف التفاعل لكي نكمل أو لكي نبدأ عملية المعايرة إذن تبردوا إذن تبردوا العينات العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج وذلك لماذا لتوقيف التفاعل هذا هو السبب سؤال طبعا هنا سؤال با قلنا أعطونا في التفاعل معايرة تتدخل ثنائيتان إذن أعطونا ثنائيات وهي إي دو مع الإيم و أس كاتر أو سيس دم مع أس دو أو تخو دم إذن هذو هما ثنائيات ليعطوهم من التفاعل معايرة وتلبو منها بش نكتب المعادلة الإجمالية طبعا نكتب بالمعادلتين نصفياتين شكون وش فعنا لهنا فعنا الإي دو وليس الإيم وحذاري فعنا الإي دو مع هذو هما المتفاعلين إذن عندنا إي دو مع إي مو هنا نضربها في ثنين ثم نضيف إلكترونين وكذلك ماذا فعنا أس دو أو تخو دم مع عندها أس دو أو تخو دم تعطينا ماذا تعطينا أس كاتر أو سيس دم هنا نلاحظ أس عندي زوج وهنا عندي أربعة مع عندها نضرب هذه في ثنين ثم نشوف الشوارد الآن عندي ثنين في ناقص ثنين تخطينا ناقص أربعة وهنا عندي ناقص ثنين ما عندها لازم نضيف إلي هنا زائد ثنين إلكترون إذن ثم المعادلة الإجمالية نجمع مباشرة إذن هذا تفاعل إرجاع إذن هذا تفاعل إرجاع وهذا تفاعل أكسادة لماذا لأن فقدان إلكترون المعادلة الإجمالية طبعا نجمع مباشرة طبعا نجمع إي زائد ثنين أس دو أو ثو دو مو تعطينا ماذا تعطينا دو إي مو زائد أس 4 أو 6 دو مو إذن نجمع مباشرة ثنين أس دو أو 3 دو مو زائد إي دو تعطينا ماذا أس 4 هذا طبعا هنا لن ننسى الحالة الفيزيائية حالة الفيزيائية هذه هي الآن السؤال الذي يليه إذن السؤال الذي يليه جيم بين مستعينا بجدول التقدم لتفاعل معايرة أن التركيز المولي لثناء اليود يعطى طبعا في العينة نعم يعطى بالعبارة التالية إذن قالوا باستعمال جدول التقدم إذن نحن نقدروا بدون استعمال جدول التقدم ولكن لا بأس كي قالوا ندروا جدول التقدم معناه لازم نمثله إذن طبعا إحنا جدول التقدم للتفاعل الذي قمنا به وهو نكتب التفاعل 2 S2O3 2 زائد 2 يعطي S4O6 2 مع 2 إذن هذا هو تفاعل المعايرة وهنا الحالة الفيزيائية إذن هنا عندنا كميات المادة N بالمول وهنا طبعا عندنا التقدم وهنا الحالة هنا في التقدم عندنا سفر و XO هنا عندي معايرة يعني لا داعي الحالة الانتقالية هنا الحالة عندي فقط الحالة الابتدائية والحالة النهائية ثم نكتبو طبعا المعطايات اذا هنا في الجدول التقدم نكتبو هنا 1 0 ل S2 و 3 2 وهنا 1 0 ل E2 هنا 0 0 هنا عندي 1 0 S2 و 3 2 ناقص 2 XE هنا عندي 1 0 E2 ناقص XE هنا عندي XE وهنا 2 XE اذا هذا هو جدول التقدم لقدنا مطلوب مننا البرهن على هذه العلاقة طبعا نحن بش نبرهنه على اي علاقة نجب نروح الجدول التقدم ولكن ممكن بلا ما نروحه في المعايرة نقدره منروحش للجدول التقدم لماذا لانه المزيج ستوكيومتري معناه انه نقدر نستعمل كمية المادة الابتدائية للمتفاعل الاول على المعامل ستوكيومتري تساوي مباشرة كمية المادة للمتفاعل الثاني على المعامل ستوكيومتري اذا هنا غطلبوا مننا جدول التقدم معناه نروح ندير الحالة النهائية تساوي الصفر اذا من جدول التقدم لدينا لدينا ماذا لدينا 10 10 S2 3 2 2 3 2 2 2 0 نجيب دمنا Xe اذا مننا Xe تساوي 1 0 E2 ناقص Xe تساوي الصفر ومنه Xe تساوي 1 0 E2 اذا ماذا نلاحظ هنا اذا هذه 1 وهذه 2 اذا من 1 واثنين وش عندنا عندنا هذه تساوي هذه معنها 1 0 E2 هي نفسها 1 0 S2 3 2 اذا من 1 واثنين لدينا 1 0 E2 تساوي ماذا تساوي 1 0 S2 3 2 2 2 2 ولكن 1 0 S2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 اذا احنا ادرنا البروتوكول التجريبي اللي هو يعني الشكل تعال المعايير احنا عندنا المعطيات لثيوكابريتات السوديوم عندنا سي بخيم وعندنا في بخيم طبعا في بخيم اعطوه هنا في الجدول اذا هنا سي بخيم فو في بخيم هي كمية المادة لأس 2 أو 3 دو مو اذا نعوذ فقط اذا هنا يعندي سي بخيم فو في بخيم على 2 ومن جهة اخرى 1 0 E2 لو نطلبو منا كمية المولي لأي 2 معناه 1 0 E2 نعوذ هو عبارة عن تركيز E2 في الحجم المأخوذ هو V0 يعني كنا ندوه في كل مرة يعني عند كل لحظة كنا نأخذ V0 يساوي 10 مليلي اذا قلنا تركيز E2 في V0 تساوي إلى هذا العبارة يساوي سي بخيم في بخيم على 2 وحنا حبينا نتوصل إلى العبارة هذه معناه نقسمه فقط على V0 معناه عندي تركيز المولي لE2 تساوي سي بخيم فو V على 2 في V0 ونزيد نجبد الآن هنا 1 على 2 وحد معناه يقول لأي تركيز E2 تساوي 1 على 2 سي بخيم في V على V0 إذن هذه هي العبارة المطلوبة طبعا هذه هي العبارة اللي تلبوها منا هذا في 2009 إذن هذا هي العبارة إذن الآن رح نشوف السؤال الآخر أكمل جدول القياسات معناه إحنا باش نكمل جدول القياسات هنا رح ندير حاجة نعود سي بخيم لأنها ثابتة ونعود V0 لأن V0 ثابتة باش نقدر نكمل جدول القياسات بالنسبة التركيز المولي لE2 إذن هنا عندنا تركيز E2 تساوي 1 على 2 في سي بخيم أعطوها هنا هي 1.5 1.5 في 10 وثنا قصة 2 هذه هي سي بخيم و V بخيم طبعا هي مجهولة وش عندنا ثانية هنا عندنا V0 ليست مجهولة مجهولة ولكن متغيرة حبيت نقول لكم أنها متغيرة V0 هي 10 هذه في V يعني شكون متغير هنا هو V يعني نحسب هذه القيمة ومبات في كل مرة نعوض نضرب في V بخيم باش نعمر هذا الجدول إذا نشوف معايا في كل مرة نضرب في قيم V بخيم هاي لي V بخيم هذو هما قيم V بخيم في كل مرة باش نعمر الجدول هذا اللي هو تركيز E2 تركيز المولي ل E2 طبعا احنا القيمة هذية هذي القيمة نلقوها 7.5 في 10 و نقص 4 من ضرب في V بخيم معا انتها هنا كنت لقاو هذي العبارة هذي هي اللي تضرب في كل مرة تضرب ها في V بخيم طبعا هنا تخرج لكم هنا 3 في 10 نقص مليمول بخليط اذا هذي حاجة يعني مور في ندير ها في تمارينات الآن شوفوا السؤال الآخر ارسم على ورقة مليمترية البيان E2 تركيز E2 يساوي A4 معناه بدلالة الزمن اذا نرسم المنحنة بدلالة الزمن منحنة لهو تركيز E2 بدلالة الزمن طبعا احنا باش نرسم المنحنة استعملنا القيم للقيناه في هذا الجدول اذا نرسم هذا الجدول هذا عدنا نرسم تركيز E2 بدلالة هذه القيم للزمن اذا ارسمنا المنحنة خرجنا بهذا الشكل ثم سؤال لبعده احسب بيانيا السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة يساوي 20 دقيقة اذا حساب السرعة الحجمية اذا حساب السرعة الحجمية عند اللحظة ت تساوي 20 دقيقة طبعا احنا نعرف ان السرعة الحجمية V تساوي ماذا تساوي 1 على الحجم الحجم الكل في dx تساوي سور ديتي هذه صورة الحجمية بصفة عامة ولكن احنا في المرحلة التي عنا عنا تركيز بدلالة الزمن معناه لازم نلقا وهنا يدي تركيز سور ديتي اذا طبعا عدنا نروح نشوف من جدول التقدم من جدول التقدم السابق لدينا اذا اللحظة معايا هذا هو جدول التقدم للتحول الاول تركيز اي دو يساوي عدد المولات او كمية المادة على الحجم الكلي معناه يساوي x سور v اذا من جدول التقدم لدينا من جدول التقدم لدينا تركيز اي دو تساوي x سور v وش راح نديرو منا راح نخرجو ال اكس اكس تساوي v في تركيز اي دو ثم نشتق عبارة اكس ونعوضوها في العبارة عبارة سور الحجمية اذا نشتق العبارة طبعا مشتق ال اكس هو dx سور ديتي تساوي ال v هو ثابت معناه نكتبوه ونشتق تركيز اي دو اللي هو d تركيز اي دو سور ديتي اذا هذي نعوضوها طبعا في العبارة الاولى للسرعة الحجمية هذي كامل نعوضوها الهنا تولي عندي v تساوي 1 على v في الحجم v في d تركيز اي دو سور ديتي اذا هنه نتلاحظو انو الحجم على الحجم يروح معناه نتحصلو على انو v السرعة الحجمية اذا v تساوي d تركيز اي دو سور ديتي ما معناه d تركيز اي دو سور ديتي هو ميل الماماس في اللحظة ت يساوي 20 دقيقة اذا هاوليك المنحنة اذا عند العشرين دقيقة نصقطو في المنحنة ونرسمو ماماس طبعا انا قلت لكم انو نحسبو الميل يستحسن انو نأخذو النقطة هذه نقطة التقاطع الماماس مع محور التراتيب ونقطة اللي عندها يعني زي من تحالي هو 20 7.8 هنا عندي 3.5 طبعا مقابل على المجاور هذا هو الميل اذا نحسبو طبعا المقابل نقلنا 7.8 ناقص 3.5 نضربها في 10 ناقص 3 لان رهي ميلي مول تركيز ميلي مول بار لدخ على ماذا على الزمن اللي هو 20 اذا على 20 ونلقا قيمة السرعة الحجمية V Volumic نلقا 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 2.4 10 أس ناقص 4 مول مين مونزا لدخ مونزا اذا هذه هذه عبارة قيمة السرعة الحجمية المطلوبة هذا هو التمرين تعالي طبعا التمرين باك دومين نوف علوم تجريبية خاص بالمعايرة حول المعايرة انشاء لا تكونوا فهمتوا في المرة يعني في الحصة المقبلة ان شاء الله رح نبدلكم تحولات النووية اذا الى حصة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم